ولكن أكيد ظروفهم ما كانتش أصعب من الظروف اللي مر بيها الزمالك هبدأ معكم أرقام الأهلي السنة دي اللي الغاية يعني دلوقتي عنده فرصة عنده فرصة أنه ينهي الدوري في المركز الثاني الأهلي لايب 31 مباراة فاز في 18، تعادل في 10 اتهزم في 3 مباريات أحرص 156 هدف حتى الآن وستقبل 20 هدف هدف الفريق علي معلول وأفشة 8 أهداف وهنا عايز أقف تاني نرجع تاني معلش الإحسابات الأهلي ومهم جدا يا جماعة أنه ناخد بالنا من الكلام ده لا يمكن تبقى بطل أبدا بدون رأس حربة تضمن منه 15 بلس يعني إيه 15 بلس وهي معادلة دايما الإنجليز بيقولوها عايز تعمل موسم ناجح لازم يكون عندك مهاجم يجب لك 15 جول فيما أكتر أو خلينا نقول في مصر أن الأرقام بتبقى أقل 10 فيما أكتر سنة الفاتح هدف الدوري مين؟ محمد شريف محمد شريف أحرص يعني أهداف مهمة جدا للنادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي كان بينافس لغاية النهاية على بطولة الدوري السنة دي لما تبص للأرقام دي وتلاقي أن هداف الفريق علي معلول الباكليفت بتاعك 8 جوان منهم كم جوان من ضرب الجزاء جماعة أو أي أنكام مش مشكلة تعرف أنت في مشكلة حقيقية لما ما يكونش عندك ولا لعيب في التلت الهجومي جايب أكتر من 10 أهداف أي جايب أكتر من 10 أهداف يبقى أنت في مشكلة حقيقية السنة دي الأهلي يعني قض الموسم حتى الآن مع 3 مدربين طبعا بدأ الموسم بداية رائعة مع موسماني والفوز على الإسماعيلي والفوز على الزمالك وأنا دايما بقول والفوز على الإسماعيلي 4 وعلى الزمالك 5 3 أنا دايما بقول أن واحدة من خطايا موسماني الكبيرة جدا مع الأهلي هو تغيير طريقة اللعبة من 3 إلى 4 بعد البداية المميزة جدا اللي بدأ بها الموسم واحدة من الأخطاء الكبيرة اللي ويع فيها موسماني مع موسماني الأهلي لها 16 مباراة فاسب 11 تعادل في أربعة وتهزم هزيمة واحدة فقط سجل 34 هدف واستقبل 11 هدف رحل موسماني بعد ما طلب من مجلس الإدارة أنه يرحل ودخل يعني فيه صدام مع مجلس الإدارة بتصريحاته بغضبه بخروجه عن قواعد النادي حاجات كتيرة دفعت مجلس الإدارة للتغيير وأنا بقول لكم أن القرار ما كانش سهل بالنسبة لمجلس الإدارة الأهلي لأن اتفقت أو اختلفت مع موسماني أي أدرجي بتاع كورة عارف أن أنت تمشي مدرب بقيمة موسماني فاز معك بالبطولات وفاز معك بالبطولات كتيرة حتى وهو بيقدم مستوى يعني مستوى يعني مهزوز يعني النتائج مستوى متزبزب مع الفريق رحيله مش سهل أبدا مشي موسماني وسامي أمصان اتولى المسئولية فيه يعني بصفة مؤقتة حتى التعاقد مع مدير فني جديد سامي أمصان لعب مع الأهل أربع مباريات فاز في مطشين وتعادل في مطش وتغلب في مطش سجل عشر أهداف واستقبل سبع أهداف عشان يتعاقد الأهل مع سوارش المدير الفني البرتغالي اللي لعب لغاية دلوقتي مع الأهل في الدورة 11 مباراة فاز في خمسة وتعادل في خمسة وهزمة في مباراة واحدة سجل اتناشر هدف واستقبل هدفين لكن يعني طبعا اه واستقبل هدفين طبعا الحكم على إحصائيات سوارش حكم ظالم لأن سوارش اتحط في موقف بعد يعني بداياته أنه هو يريح اللعيبة الكبار وده كان قرار المجلس الإدارة وأنه هو يلعب باللعيبة صغيرة ويجربهم ويبتدي أنه هو يحضر نفسه للموسم الجديد فالحكم على إحصائيات سوارش بالذات هنكون ظلمين لو حكمنا عليه بالذات في آخر خمس أو ست مباراة لأنه أنت مينفعش أبدا أنه أنت تطلب من مدير فني أنه هو يلعب بالولاد الصغيرة وفي نفس الوقت تحاسبه على النتائج لو أنت فاكر أن الراجل هيلعب بالولاد الصغيرة وهيكسب في نفس الوقت تبقى الراجل متعرفش حاجة عن عن الكرة لكن في نفس الوقت في تخوف وفي شكوك من شريحة كبيرة من جمهور النادي الأهلي بقدرات الرجل على قيادة الفريق في الموسم الجديد وأنا بقول لكم أن الأهلي عنده بلان بي عمر ممسؤول في النادي الأهلي يطلع يقول لكم أنا عندي بلان بي للتغيير لكن طبيعي أن النادي الأهلي حتى يعني مع كلامي اللي أنا بقول لحضراتكم أن الراجل بيلعب بولاد صغيرة أو شباب صغيرة وأن الأرقام دايماً هتظلمه بعد قرار يعني إراحة اللاعبين الكبار ولكن في تخوف أي حد بتاع كرة شايف أن مفيش علامات إيجابية مفيش علامات إيجابية خارجة من المدرب تقنعك وأي أهلاوي يقول لكم غير كده بيتحك عليكم كل الأهلاوية بلا استثناء شايفين إن سوارش لغاية دلوقتي ما أقنعهمش مغد النظر عن نتائج احنا تكلمنا أن الراجل مظلوم في النتائج بسبب توقيت قدومه بسبب إراحة اللاعب الكبار بسبب الإصابات بسبب الإجهات بسبب حاجات كتيرة جداً ممكن نقعد نتكلم عليها لكن دايماً بالنسبة لأي حد بتاع كرة الراجل المدرب ده أهلاً مظلوم في النتائج بس فيه حاجات بيعملها بشاير خلينا نقول كده بالبلدي بتقول إن السنة الجاية مع عودة اللاعبين الكبار ومع التعاقد مع اللعيبة اللعيبة اللي الفريق محتاجها الراجل ده هيقدر إنه ينافس على بطولة الدوري وإنه ينافس على بطولة أفريقيا أبطال الدوري لأن دي الأهداف الرئيسية للنادي الأهلي اللي قدموا الراجل لغاية دلوقتي ما بيقولش إنه هو الراجل المناسب للموسم الجديد ده رقي بيقول إنه هو حتى مع قدوم لعيبة جداد وحتى مع التعاقد مع لعيبة جداد وعودة اللاعبين الكبار بعد راحتهم إنه هيكون عنده مشاكل كتير وتاني مش عايزة أكون قاصة على الرجل ولكن المدرب مش ملعب بس المدرب ملعب وشخصية وكارزمة وقيادة مجموعة وتعامل نفسي مع اللاعبين وتعامل مع الإعلام وإظهار الشخصية دي مع الإعلام المدرب باكيج المدرب مش ملعب بس المدرب لو ملعب لو ملعب بس كان هيبقى فيه مدربين كبار فازوا ببطولات كتيرة ما كانوش هيكونوا من المدربين خلينا نقول الكلاس إيه المدرب باكيج المدرب زي ما انتوا شايفين فريرة كده من أول نظرة لي في التلفزيون أول لما الكاميرا تيجي عليه أول حاجة هتقولها الراجل ده معلم الراجل ده عارف كويس هو بيعمل إيه من نظراته من كل كلمة بيقولها في المؤتمر الصحفي تعامله مع الإعلام تعامله مع المواقف الصعبة والمشاكل معه اللعيبة المدرب الكارزمة بيبان من أول لقطة ومن أول صورة من أول لقطة ومن أول صورة سوارش مش مطمن جمهور الأهل أنا بقولك أنا بتكلم أصدقاء كتير أهلوية كلهم بيجمعه على حاجتين إن الراجل مظلوم ده حقيقة حد شقدر يقول كلام غير كده لكن كلهم بيجمعه بنجوم النادي الأهل القدامى بالرموز أياً كما أمين مع مجلس الإدارة ضده دي مش قصتي مش قصتي لكن كلهم بيجمعه إن الراجل مقدمش بصمات تضمن له النجاح في الموسم القادم أو تطمن الناس بالبلد مقدمش البصمات دي فأنا بقولكم إن الأهل طبيعي إنه يكون بيفكر في بلان بي لأن الإدارة الرياضية ما فاش تكبر على فكرة المتكبر اللي بتكبر في الإدارة الرياضية هيفشل أكيد الكابتل محمود الخطيب قاعد دلوقتي بيفكر يقول حتى حتى لو أنا الإدارة بتاعته ارتكبت خطأ من الأفضل أنا أعالج الخطأ ده في التوقيت السليم ما تمداش فيه لكن أنا هنشوف كلنا إيه اللي هيحصل أي حد دلوقتي ممكن يطلع يقولك سوارس هيمشي سوارس هيقعد سوارس لكن إلا أنا أقدر أكدهلكو أكدهلكو واضحة جدا مش محتاجة إن أنت تكون عبقاري عشان تفهم كده إن قدرت الأهلي بتفكر في بلان بي بتفكر ولسه ممكن تكون بتاخد القرار لكن أكيد بيفكروا